مرحباً بكم طلاب الصف التاسع أنا الأستاذة جمال كفر غزال بالمدرسة محدثة جنوب الملعب درستنا اليوم بعنوان بصمة المكان وعبقية الإنسان في الهندسة لكن قبل أن نبدأ نتعرف بما المعنى من طلاب رؤوف العظم بارز دباخ صبحي الموسى محمد مالك زرقوحجو محمد عبودة أهلاً وسهلاً بكم جميعاً درستنا اليوم بعنوان بصمة المكان وعبقية الإنسان في الهندسة لنبدأ هذه الصورة يا محمد ماذا تحكي لك؟ انهيارات تربة على طريق عام التسترات السؤال الأول هنا حصل انهيار أرضي إثر أمطار غزيرة برأيك ما هي الأخطر التي وقعت في أثناء شق هذا الطريق؟ لماذا وقع هذا الانجراف؟ انجراف تربة لماذا وقع؟ لماذا حدث؟ بسبب عدم موجود المؤهلات مثل أسوار وأشجار وسائل الحماية لا يشد أضف لذلك أن التربة هنا معرضة وقابلة للانجراف إجابة صحيحة إذن؟ شق الطريق في مكان معرض للانجراف أضف لذلك عدم أخذ الاحتياطة اللازمة من تشميك أو زاعة أشجار أو حتى جدران استنادية مالك جبال من هذه؟ جبال جبال يتأثر مجال النقل النقل كم نوع هو؟ ثلاثة بري وبحري وجوي يتأثر النقل بأنواعي ثلاثة بعوامل طبيعية وبشرية تتفاعل هذا العامل الطبيعي والبشرية مع بعضها لتحدد خصائصه وتوجه بساره المختلفة لنبدأ من نشاط الأول وهو مجال النقل البري أقرأ وأحلل معتدات الآثة ثم أجيب صبحي خريطة من تمثل هذه؟ أستاذ خريطة روسيا روسيا إجابة صحيحة تكلم عن المناخ يا محمد المناخ كم مناخ في روسيا؟ ست أقالي ست أم خمس أقليم القطبي وأقليم تون درا وأقليم التايقة وأقليم قري وأقليم متوسطي وأقليم مداري مداري إذن خمس أقالي مناخية في روسيا مداري أقليم متوسطي هو القارب نوعاً ما وقتها يغلب عليه الطابل معتدل أما القطي والتوندرا حتى ما ذو نوعاً ما شار فيه برودة أو حتى في الأقليم الشمالي هناك مناخ بارجة أو ثلوش صبحي تكلم عن شبكات النقلي الموجودة في روسيا أين تتركز؟ أستاذ تتركز في الغرب أستاذ تتركز في الغربي وتقل في الشق والشمال وتتركز في الغرب والجنوب وقلت في الشمال بصحيحة هذه نظرة عامة عن شبكة النقل البري في روسيا والآن ما شروط إنشاء طرق النقل البري يا رؤوف ما شروطه أن تقام على أرض منبسطة أن تحقق فائدة اقتصادية أن توفر عنصر الأمان بصحيحة إذن ثلاث شروط إنشاء النقل البري أن تكون الأرض منبسطة لها فائدة اقتصادية وأمن سواء كان أمن من عوام الطبيعية أو أمن حتى من النزاعات والحروب البشرية إن نقل بالسكك الحديدية هو ماذا يا صبحي إن النقل في السكك الحديدية أرخص من النقل بالسيارات أو أقل تأثير بالعوامل المنافية الآن ودول ملاحظاتي حول أماكن توزع شبكات النقل البري في الأرادة الروسية وكذا فتها ذكر صبحي منذ قليل أن شبكات النقل البري توزعت أين في الغرب والجنوب وقلت في الشمال والشرق وأين ازدادت كثافة المواصلات ازدادت كثافتها بالاتجاه نحو الغرب إذن هناك تباين في التوزع شبكات النقل البري التباين ملحوظ مرئي بالعين توزعت في الغرب والجنوب وقلت توزعها أين في الشمال والشرق وازدادت كثافتها بالاتجاه نحو الغرب السؤال الآخر يا فارس علل أو بيّن ما أسباب التباين في توزع شبكات النقل لماذا حصل التباين؟ من الخارطة؟ من الخارطة؟ لأن الكثافة تتوزع في الغرب لماذا توزعت كثافة النقل البري في الغرب؟ لماذا؟ لأن أراضيها منبسطة أما إرادة الشرق فيها ماذا؟ فيها الشباري بالصحيحة أضف إلى ذلك هنا المدن أين ازدادت كثافة؟ في الغرب وجنوب وقلت أين؟ في الشرق والشمال نضيف إلى ذلك أن المناخ في الغرب معتدل أما في الوسط والشرق والشمال؟ هنا كتبنا كثيفة في الغرب والجنوب قليلة في الشمال والشرق مناح الغرب والجنوب معتدل أما مناخ الشرق والشمال؟ تضاريس الغرب والجنوب سهلية أما تضاريس الشرق والشمال؟ وعيرة فيها جبال تركوز المدن أين كان؟ في الغرب والجنوب جابي صحيح وقلت تركوز المدن في الشمال والشرق لهذا نلاحظ أن الكثافة الشبكات النقل البري كان جلد تركيزها في الغربي والجنوب أتتبع مساء سكة حديد سيبيريا وأستمع المراكز التي تصل بينها هذا الخط هو سكة قطار سيبيريا أطوى سكة قطار في العالم يطوي تجاوى 9000 كيلومتر حتى رحلة طلاب رحلة من بطلس بورك إلى فيلادي فوستك تستغرقوا 7-8 أيام السؤال ما هو مساره يا مالكو مسار سيبيريا من أين انطلق خط سيبيريا بطلس بورك ثم انتقل إلى العاصمة الروسية موسكو ثم إلى مدن الجنوب الروسي وتفرع منه فراعين باتجاه الشمال وانتهت الرحلة في ونلحظ من الخريطة أن سيبيريا تفرع باتجاه دول الجنوب دول حدودية يا رؤوف أستاذ الصين ومنغوليا وكذا 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 خصتان إجابة صحيحة إذن الرحلة انطلقت من بطلس بورك إلى العاصمة الروسية موسكو ثم إلى مدن الجنوب تفرع منه خطين باتجاه الشمال الروسي وفروع إلى دول الجنوب ثلاث دول في الجنوب كذا خصتان منغوليا سيبيريا وكذا سيبيريا سيبيريا أطوى سيبيريا في العالم سؤال الآخر مدت روسيا هذا الخط بالرغم من تكلفته العالية ومروره في مناطق خالية من السكان ما تفسير ذلك؟ لما تكلفت بإنشائه؟ رغم أنه يجري في منطقة خالية من السكان يا محمد لأن له فائدة اقتصادية إجابة صحية بمعنى؟ تسير التبادل تجاربين غرب الروسي وشرقه إجابة أخرى يا مالك؟ إنه بتجزو بالسكان إعمار الداخل إعمار المناطق الخالية من السكان أيضا فارس لأنه أقل تكلفتان نقل بالسيارات وأقل تأثرا بالعوامل المناخية إذا هذه الإجابة لأن نقل بالقطار أقل تكلفة من السيارات وأيضا أقل تأثرا بالعوامل المناخية ثانيا لتحقيق الترابط الاجتماعي والاقتصادي على كامل الجغرافة الروسية والسبب الثلاثة وهو مهم جدا أنه هو إعمار الداخل الروسي النشاط الثاني هو مجال النقل النهري نهر ماذا هنا يا رؤوف؟ نهر ماذا؟ كرة من الصورة أين ينبع نهر الكرة؟ أين ينبع نهر الكولورادو يا مالك؟ من أين ينبع نهر الكولورادو؟ من جبال الروكي ويصب فيه خليج كاليفوريا واحد من الخلط أبوني غنبة اللون البني القرميد الأحمر دلالة على ماذا؟ على ارتفاع لاحظنا المفتاح ارتفاع ألفين وخمسمائة متر جبال عالي عالي جدا انظر إلى صورة النهر الحقيقية أو ملتقطة بالكاميرا مجراه ماذا؟ ضيق ضيق وعر جدا خطر جدا هل هذا يجري النهر في أماكن خصبة أماكن غنية بخاماتها أم فقير؟ يجري أماكن فقيرة اقتصادية على عكس من ذلك نتحدث عن نهر سانت لورنس يا فارس نهر سانت لورنس ينبع من محيط أونتاريو ويصب في المحيط الأطلسي من الخريطة غنبة اللون ماذا؟ الأخضر دلالة على الاستواء على الانبساط تجابي صحيحة وهو النهر ماذا؟ واسعاً ضيق واسعاً مجرى حتى أنه يعني تلاحظ أنها مدينة ميناء حي أو نهر حي في هناك نشاط بشري من الخريطة هنا طلاب تلاحظ أن هناك مناجم للزمج متشرة في هذا المكان أيضاً حديث مصانع تركز المدون بمعنى أن نهر يجري فيه أماكن اقتصادية غنية وهناك تركز للنشاط البشري بعكس نهر كولوران الآن ما شروط إنشاء طرق النقل النهري يا رؤوف؟ مرور النهر في مناطق قليل المحدار أن يكون قليل المحدار واسع المجرى خلوه للمجرى النهري من العوائق كالجليب وتوفر عن طرق الأمان وأن يحقق فائدة اقتصادية نوعاً ما يماثل شروط إنشاء طرق النقل يماثلوها جداً يعد تعليل جداً هام يعد نهر سانت لورنس أعظم طريق للنقل النهري في أمريكا الشمالية في حيث أنه لا يستعمل نهر كولورادو في الملاحة النهرية لماذا؟ لأنه ضيق ووعر و نهر سانت لورنس واسع المجرى خلوه للمجرى آمن وحده فائدة اقتصاد طبعاً فائدة الاقتصادية طلاب هي في نقل الخامات أو حتى منتجات المصانع المتواجدة في تلك الأماكن أما نهر كولورادو فارس ضيق المجرى والنهر وغيرها لذلك ليس له أي أهمية في الملاحة النهرية شتاءاً يستعمل السكك الحديدية بدأ من نهر سانت لورنس يعني يتم التوقف في النقل النهري ويتحول الجميع إلى النقل بالقطارات لماذا يا صبحي؟ بسبب تأسير العوار المناخية فيتجمد النهر بسبب تجمد النهر شتاءاً يكون هناك عروضين وشمالية 45 درجة تعرض وشمال خاطئ الاستواء طب عندما تحول إلى النقل بالسكة الحديد ماذا يحب سعر المنتج الذي ينقل بهذه الطريقة؟ ترتفع تكلفته حكمه لأن نقل بالسكة القطار أعلى من نقل بالسيارة إذن النتيجة أن سعر الخام الحديد سعر يرتفع ولماذا؟ لأن النقل بالسكة الحديدية أعلى تكلفة من النقل النهري النشاط الثالث هو علمان وتحدي الصعوبات اقرأها يا صبحي تمكن الإنسان بفضل الإزدهار الحضاري وتقدم التكنولوجي من تطويع البيئة لصالحه والتغلب على الكثير من العقبات الطبيعية التي كانت تحول دون امتداد شبكات طرق مختلفة وتحسين خصائصها ورفع كفاءتها لنتبين تأثير التقدم التكنولوجي في مجال إذن الإنسان بفضل إزدهار الحضاري واستخدام التكنولوجيا طوع البيئة لصالحه طوع البيئة لصالحه وأمكنه من ذلك من التغلب على كثير من العقبات الطبيعية التي كانت تحول دون امتداد شبكات طرق مختلفة وتحسين خصائصها ورفع كفاءتها والمثال الأكبر وهو عجوبة نفق بحر المنش التي تصل بين يا محمد فرنسا وبريطانيا وهو نفق قيمة تحت بحر المنش طول النفق كام؟ 50 كيلو متر هو نصف بين الجانبين الفرنسي والبريطاني الرحلة تستغرق 35 دقيقة لاحظوا على الإعجاز لن تستوينا في البناء قطار شحن قطار الركاب تهوئة ممار في حارة الطبيع تهواري يعني مشروع جدا هام وجدا ممتاز المثال الآخر يتواجد أطول جسر معلق أين؟ في الصين جسر معلق في الهواء بين الجبار لاحظوا أطوله ما أضخمه هناك السيارة الطائرة أيضا جسر متحرك في روسيا يغلق متى؟ عيدا روس سيارات ليفتح لأمرار السفن وهذا صحيحة وهذا طريق الهوائية ويستعمل أيضا لإنارةه ليلا وإنارة إشارات مرور والإمكان استخدامه لتزويد السيارة الكهربائية بيئة الطاقة اللازمة وهنا حافلة برمائية بإمكانها سيره على الطرقات وأيضا في الأنهار وأخيرا قطار يسير بالطاقة الكهربائية بمعنى قطار صديق البيئة قطار صديق للبيئة وحتى هذا الطريق هو طريق صديق للبيئة الآن أطلوب أني أكتب فكري في فقرة مترابطة أقرأ يا مالكو تجاوز تجاوز وحقق أن المستافذة قلت والوقت وجهد والتكلفة الأمثية كثيرة عن ذلك تذكرناها منذ قليل هناك جسور معلقة متحدقة سيارات طائرة طاقت البحر وغيرها الكثير وهذا ما يؤكد يا صبحي على أي مدرسة نظرة أي مدرسة التي ترى الإنسان مبيعا في وسطه الذي يعيش فيه ويعمل على تطبيعه بما ينسجم أهدافه كان هذا كل شيء شكرا لطيب المتابعة